عقدت لجنة الرقابة والتفتيش بنقابة الصحفيين الجنوبيين الأحد اجتماعها الأول برئاسة نقيب الصحفيين الجنوبيين الأستاذ عيدروس بحشوان أكد النقيب بحشوان على ضرورة تضافر الجهودي والعمل بروح الفريق الواحد مشيرا إلى أن مسؤولية لجنة الرقابة والتفتيش كبيرة وأكد حرص واهتمام المكتب التنفيذي للنقابة على تذليل كافة صعوبات عمل اللجنة نقش الاجتماع القضايا والمواضيع المتعلقة بخطة عمل لجنة الرقابة والتفتيش للمرحلة المقبلة بالإضافة إلى توزيع مهام العمل بين أعضاء اللجنة اشتركوا في القناة